هاي معكم جانا من السنابل نيوز اليوم برابورتاجنا رح نشوف كيف اطفال العالم احتفلوا بعيد الايامة عيد الايامة يعرف باسماء عديدة اخرى اسهر عيد الفصح واحد الايامة هو اعظم الاعياد المسيحية واكبره نستذكر فيه ايامة المسيح من بين الاموات بعد ثلاثة ايام من صلبه وموته كما هو منذكور بالانجيل المقدس تختلف الاحتفالات بين بلد وبلد بس المضمون نفسه تمثلية الايامة من اهم الاحتفالات بيتم من خلاله تمثيل كيفية ايام المسيح من قبره باليوم الثالث بعد موته على الصليب البعض بيجسد هالمشهد عبر عمل مسرحة بيتم من خلاله اعادة تمثيل مراحل العذاب اللي مر فيها يسوع المسيح وصولا للصلب ومن ثم الايامة اما البعض بعبر عن طريق الدراما السك وهي عبارة عن عمل مسرحة بيرتكيز على استعمال العصى بالحركات التعبيرية الهدف من الايام بتمثيلية الايامة بالديانة المسيحية هو تذكر ما قام به المسيح من تضحيات وما تحمل ومن ألام وهي بتصور انتصار الحق والخير على الشاري والظلم واستعدادات للاحتفال بعيد الايامة بأيامة يسوع المسيح خلصنا من الخطيئة بتعدوا عن الخطيئة وخلوا عطول يسوع عمري فقدر بكون كانت معكم جانا من السنابل نيوز